السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج التاريخ الشفا والنكبة الفلسطينية نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفا والنكبة الفلسطينية نحن اليوم في بيت الحاجة أم جمال رحمة مصطفى الرمحي أم جمال الكائن في ضاحية الأقصى عمان اليوم هو الثلاثاء الموافق 13 نيسان لعام 2010 وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية والجهة المسؤولة عنه فلسطين في الذاكرة palestinelemember.com يجري هذه المقابلة ركان محمود أسئلة هذه المقابلة خالة أم جمال تقسم إلى قسمه القسم الأول يهدف إلى تكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإنسانية لأهالي قرية قبل النكبة أما القسم الثاني فيهدف إلى نقل صورة عن معاناة الفلسطينيين خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع الأصابات الصهيونية مروراً بزلزال النكبة العليم وانتهاءاً برحة اللجوء والشتات تسمحيننا نباشر بأسة القسم الأول سؤلات يعني عن البلد نعم تسمحيننا نباشر أنا بتسألك وانت جاوبين تفضل تجاوبين عقد سؤالي تفضل تعطين اسمك تعرفينها باسمك الكامل نعم رحمة مصطفى درويش رحمة مصطفى درويش الرمحة الله يزادك حجة مكان وتاريخ الميلاد لمزيرعة بأي سنة يا حجة الميلاد عندك يعني اثنين وثلاثين الولادة ألف وتسعمية واثنين وتلاثين الله يعطيك الصحة ورحمة الله يعافيك طيب اسم والدك الكامل يا حجة والدي اسمه مصطفى درويش محمود جده يعني نعم محمود الحمد مصطفى درويش محمود الحمد اه جده العائلة والرمحة طيب اسم والدتك يا حجة خديجة خديجة داود الله يرحمهم يا حجة يسمحو الميلاد يا حجة طيب حجة توافگ على هذه المقابلة بإرادتك واخترك؟ لا بارتك انا طلب الي قنا مشتعد الشكل tuberك الله تسمحيننا ان نبث هذه المقابلة على موقعنا presidente الدكرة ل____ax الحمد لله يا حجة ما نقررتك على حاجة الحقيقة؟ المزارع يعني لماذا تم ممتلكها المزارع؟ لا,어줐데 لمدة م interesante عارضت من الحياة اكتشى ممتكر وقفت تلك المزارع وقفت تلك الأمور أن الطهر المزارع تتحدث عن العام النكبة حاجة عندما هاجرنا لا افضل عام 2000 لا، لا كان ما شاء الله يا حج، كانوا كثيراً بهذاك الوقت كانت تكريه زي ما تكون، كورة صغيرة طيب، كان في عملية إحصاء حكومة الانتداب البريطانية قامت بعملية إحصاء، شاهدت هيئة مثلك عملية ولا؟ يعني إحصاء يحسر البلد؟ لا، على وعينا ما كان هذا الإشي لأنه كان، إحنا كله في يد بريطانيا كانت مستولية، كل شيء في يد، ما فيش حدا يعني يقدر يعمل إشي على عاد أنا قصدي، حكومة الانتداب البريطانية عملت إحصائيات للسكان، ولا ما عملت حج؟ والله هي ما بعرف، بس أنا بعرف إنه البلد لما طلعنا مكانوا موطين إلى ألفين نفر الحمد لله الكريم طيب، لأي مدينة كانت تتبع قريتك؟ أنا نتبع للي الدولار الرمل، للي عافة لا هيك للي الدولار الرمل؟ اه، عافة منه وتحت كانت، يعني اللي بيروح الواحد مشع رجله عليها عيافة؟ عيافة لكن أنتو إداريا حج كنتو محسبين على الرملة؟ عاللد عاللد والرملة؟ اه، اللد والرملة طيب كم كيلو بيد عنكو اللد؟ والله ما بعرف كيلوات، بس الكل كان يمقروا عليها المشي يعني ماشي لللد؟ ماشي، تروح ماشي وترجع ماشي طيب، وأيضاً اللد، الرملة آسف، ما بتعرف كم كيلو تقريباً المسافة بينك وبينهم؟ بين الرملة؟ بينك وبين الرملة؟ اللد، والرملة جنبها هذا نعم يعني زي ما تقول، هذه اللد، والعمارة هذيك الرملة، بينهم شارع هذا، بس قاطع، هاي الحدود بينهم طيب، انتو يعني لما كنتو تمشيها ماشي مثلاً، كم تقريباً تأخذ منك وقت المسافة؟ والله يا أنا على وعي، أنا طلعت من 16 سنة، هو وعي أنا ما كانوا الناس يمشوا ماشي، تقول على وعي، صار يطلع بساطة على الكرة، تحمل الناس وتودية الطريق طيب، في الباس كم يعني يأخذ وقت معاكو؟ والله ما تتحملش عشر دكايقين، نعم لأنه قريب المساتل هم هذي المدينتين، مدينة اللد والرملة، بأي اتجاه عن القرية؟ منه كبلي كان همي من كل كبلي؟ اللد والرملة هيك، خط طلع من اللد والرملة ومش هيك، ضل عند راس العين، هناك عنده دوار الدوار هذي كان يصل الباصل عنده، يطلع من اللد، يركب كل القرآن، ويصل عند الدوار هذي عند راس العين، ورد يرجح يعني اللد والرملة من كل الجنوب حجا؟ من نولد كبلي، اه من كل الجبل؟ اه، كنا احنا منهم الشامهم من الجنوب اه، اللي اقرب عليك هو اللد حجك؟ اللد والرملة جنبها عبد، خلط اللد من جهتنا اقرب اش يعني، والرملة من هولد جنب طيب، بتقدر تعطيني وصف للقرية حجا، وصف توبغرافي بمعنى جغرافية تطاريس؟ بلدنا؟ نعم، جاي عجبل على سهل؟ لا احنا كنا مش جبل، عرك الجبل منه هيك جبل، منه هيك سهل، نعم نعم، نحنا عالحدود، يعني عالحد، بس طيب، هذا السفح اللي انتو كنتوا تاكنين فيه، او في العرك الجبل، كان عرك وعر ولا عرك؟ لا، كان يعني لما تقول له جبل ولا هو سهل، لانه منه ولغره سهل، نعم الاسفل بيننا وبين الاسفل اللي يجي على الباص، يعني فش، مثل هم ضربوا هاب، او بعد شوية، وين ساكنين الشارع الرئيسة هاب، نعم كانت بس الاسفلت بعيد عن البلد، هذا النتافي، يعني حوالي 500 متر من الاسفلته غربة كله سهل، ما فيه جبل، هذا السهل لمين طيب يا حج؟ لمين هذا السهل اللي من الاسفلته غربة؟ كل وحدي له أرفضي، يعني من كل سهل، يعني لأبناء القرية يا حج؟ لأبناء القرى، مش كري وحدي، انتو قريتكو، إلكو في هذا السهل؟ طبعاً، إحنا كنين فيها، في الأرض السهلة يعني، وش عيري كانت مضروعة كلها بيارات، نعم، مطرات وبيارات، طيب، رح نسألك عنها إن شاء الله، رح نسألك عنها، وهذا، الهداف كان كله أرض تهل، يحرط الببور يعني، ما فيه جبل ورا ترارال كده، كل هذه المناطق كانت تهل، طيب، أرض القرية حج، شو لون تربتها؟ تربتها كانت حمرة، حمرة على الحل، تربة مش موجودة، نعم، طيب، ومناخ القرية حج، الجو تبعها؟ مناخ الكرية، فضلوا عن مناخ لبناء، لأنه ليش؟ بدي أعطيك يعني كيف المعلومات، كان واحد من بلدنا يدرس في غزة، مرض هناك وتعبه مرض، لما تقول بكان يقول له جمان مرض الثل، الإنسان، الدكتور لما فحصوا، قال له أنت ما إليك علاج إلا تروح على لبنان، هذيك الأيام كانت لبنان، كل أميركا اليوم أسهل مئة مرة، نعم، شو بده وصلني لبنان؟ أنا لبنان بقدر شو صلح، قال له أنت ما إليك علاج إلا هو لبنان يعني، يشفيك من المرض اللي انت فيك، صفا نزل المحتار يعني جوب، بده وصلني لبنان، حكا له طيب أنا في إليك، إخواني، تكنين في بلد، بروح أنا عليها، بقعد هناك فترة، وبعدين برجع، بشوف بعد ما طفحتني شو، وضعي، حكا له روح، أجا كاعديننا ثلاثة شهر، عند عمات وكان له عمات في بلدنا، كاعديننا ثلاثة شهر، شايد، لما راح رجع، عند الطبيب، وفحطوه، حكا له تحتك، أحسن من تحتي أنا هالكيد، في ثلاثة شهر، في رجع، كمّل ثلاثة شهر، لما كمّل ثلاثة شهر، وريجع، قال له وين البلد اللي فيها أهلك هذول تكنين، قال له والله هذي كريبة من رأس العين، كريبة من رانتي، ومن الهدية، والعبتي، وهذي البلد، قال له هذي البلد، هواها يتفضل عن لبنان، قد ما كانت، لو كنا نمراض، سيبيانا، لا خمس حاجات دماء، لا، سيبيانا، خلي، خليها، خليها، شايف، البلد كان مناخها، صحي، بقدرش أوصف لك هذي، كان صحي، لا حدا يمراض، لا حدا تاخدني، سيبه أمراض هذي، خاتي لي شنتي ماما، شنتي شنتي شنتي، شنتي، شايف، البلد كانت، كان هواها تضيع جدا، العيشة فيها كانت، لأنه ليش، كان المناخ طيب، الحياة كانت مليحة، الأكل مفيد، يعني لما أجي عند عماتهم، يأكل ويشرب، كل الأكل مفيد، مزعكل اليوم، تاخذنيش، كله كماوي، ولا كله تاخذنيش، فهالكلمة، رش كله زي اليوم، كان كله كماوي، هذا، أكل صحي، نعم، مزروع تاخذنيش، أراضي، على إيدك، تضرع المكتاب، الخيار كله، يعني مش مرسوس، البطيخ، كل الأكل صحي، من هيك البلد، كانت، يعني جوها، ممتاز جدا، يعني بلدنا، ثلث سنين، ما متش فيها طفلة صغيرة من يوم، ثلث سنين، الحمد لله، ما متش عندنا طفلة صغيرة من يوم، الحمد لله، اليوم، نموت ألفات في اليوم، وأمراض غريبة، عديبة، يعني، بنسمع عنها، الجائب يخوت، الحمد لله، الحمد لله، حاجة بدسلك عن، إذا كان في هناك أودية، محيطة في اليوم، كان وادي السحوري كلول، وادي المجدل، واديين كان؟ وادي السحوري، نعم، من البلد هو كبلي، وادي المجدل من البلد هو شامل، وادي المجدل، نعم، طيب، حاجة، وادي السحوري هذا، بعيد عن القرية، ولا جزء من البلد؟ لا، جنبنا، جنب البلد، في بيار، وفي أشي يملوا من هنا، هذا جنوب القرية؟ نعم، بيننا وبين كولية، نعم، طيب، هذا الوادي عميق، ولا؟ عادي، وادي، يعني، إذا ما تكون منعنت في الجبل رفيع، تعالي شوية، منعنت تعالي، يعني، مش عالة من مترين، مش عالة من مترين، نعم، طيب، وعرضوا يا حاجة؟ مش عرض هالوادي الكبير، يعني، جاي شعب، نعم، ينزلها، طيب، الجريان الماء في هذا الوادي، صيف شتاء؟ لا، لا، بس في الشتاء، بس في الشتاء، بس في الشتاء، بس في الشتاء، لأنه، فيش نبع يعني تعطي مي، طيب، أرضيته حاجة، قاع تبعه، حصعه، أو، لا، تراب، طيب، عليها جسور، اشي هذا الوادي، ولا بدون جسور حملة؟ لا، 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 ما في جسور، طيب، لما كان تيجي الحملة في الشتاء، كان، كان صعب؟ بس في الشتاء، حمليين جسر هيك، لما تيجي الماء، تنزل من التحت الجسور، ونضل نازع الأرض، طيب، حاجة، هذا الوادي، بالشتاء، لما كان تيجي الحملة، كان صعب؟ انك تقطعي، ولا؟ لا، لا، مش صعب كثير، يعني، وادي هادي، تقطع الإنسان، يعني، 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 طيب، من وين جاي هذا الجبل يا حاجة؟ الوادي، بينه، وبين كولي، كان هذا جاي، بالفرنتيس، واللبن، من الجبل يعني؟ تقوتين دل المي، لين بصب حاجة؟ بصب على أراضينا، غربها، يعني بنتهي في الأراضي، مالو غربها، يعني، طيب، وادي المجدل نفس الشي حاجة؟ لا، وادي المجدل كان كبير، كان عريض، يعني، كنت صغير أنا، وادي المجدل أعرض من بيتي، أحضر، وفي الطول طويل، صب على البحر، البحر الأبيض، بحر الأبيض، طيب، أيضا، علي الجسور هذا الواضح؟ علي الأخرى، علي بكا سبعة صورة، عاملين عليها، ساعة التكويل المي من كطرة، لما في الشتة تيجي الحملة، نعم، تيجينا الحملة من، وين المزارع، وعرورة، وهذه البلاد، المية تتجمع من هناك، وتيجينا حملة كوية، يعني، اتخذنيش، عرضه كان كبير، سبعة صورة تتحمل ضغط المية، لما ينزل، إنه هو هذا المجدل كبير، عريض، وعميق في الأرض، غمق لا، مش غميق، بس إنه العرض عريض، غمق، يعني مفيش أكتر من متر وشوية، الغمق، بس العرض كان عريض كتير، طيب، كان ينبت على الضفاف هذي الأودية، أشجار أو نباتات معينة؟ لا، هو كان الأرض تهل، لما يطف، يطف على الأراضي هيك، والنائل، المية انت اللي من استبعد صورة، الظلماشي وين، تتصل البحر لبيض المتوسط، هم كان جنبي ملبس، البحر، جنبي ملبس، وملبس كانت جنبه، جنبي الجسر، تكتل حديدة، طيب، حجة، إذا بدنا نعرف حدود القرية، من الشمال، شو كان نحطكوا أقرب قرية لكم من الشمال؟ حدودنا من الشمال كانت مجدلة سادك، مجدل الصادر، الشمال، ومن كبلي كانت الكولي، معناته، وادي المجدل من كل الشمال، أه، من الشمال، بينه وبين المجدل، طيب، كم كانوا بعيدة عن كل مجدل، مجدل الصادر؟ كلهم ما فيه 2 كيلو، قريبة جدا، وكوليا؟ كوليا، يعني كان مثل هان، الشارع هذا الرئيسي، هادي بلد حسن سلامة، أه، أه، بينه وبينهم بس، بير نشرب، احنا وياهم منه، طيب، للشرق يا حجة، شو؟ لشرق رانتيس، شرق رانتيس، منه شركة كانت رانتيس، رانتيس، ها، كم كيرو بعيدة عن كل مجدل، حجة؟ والله، أنا عمري ما رحتها، بعرفش يعني كدش، ما ستتها، بعيدة عن كل مجدل، لا لا مش كتير، مش الأخرية عن الرجل، طيب، وللغرب يا حجة؟ ها؟ للغرب؟ للغرب مفتوحة كلها، الهدية، العباسية يعني، يزور، بيت دجان، سلامية، أقرب واحد عليكم حجة؟ أقرب بلد علينا كانت رمتي، من الغرب؟ اه، من الغرب رمتي، جمسكة الحديد، من السكة وغربة، احنا من السكة وشركة، طيب حجة بعد إدن حدثك، بدنا نوخد استراحة، ونتابع حجة إن شاء الله،